اشتركوا في القناة وخلال الاستقبال رحب جلالة الملك المعظم بسماحة المفتي وأكد على عمق علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم مستمر على مختلف المستويات وبخاصة في مجال التواصل الحضاري والتبادل الثقافي كما نوها حفظه الله ورعا بجهود سماحة المفتي العام لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بما تنعم به مملكة البحرين من حريات كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية مؤكدا بأن البحرين تميزت على امتداد تاريخها بأنها أنموذج عالمي يحتذا به في التأخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف في ظل سعيها الدائم لترسيخ ثقافة التقارب بين الثقافات والحضارات من جانبه أشهد سماحة المفت العام لروسيا بدور صاحب الجلالة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين بمبادرات جلالته الإنسانية المهمة في تعزيز مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ التعصب وإشاعة السلام والتعايش الإنسانية